أكثر من أربعة مليار متر مكعب من مياه السيول القادمة من إيران اجتاحت مناطق عراقية وأجبرت السلطات المحلية على إجلاء سكان بعض القرى في قضاء بدرة بمحافظة وسط بعد انهيار مساكنهم فيما حاصرت السيول سكانا آخرين بعد ما مطرت هوايا ومطر قوي كلش بعدين الناس جاءت بتمت اسمعنا حكيهم وصياحهم وسياراتهم ومطرات كلها بتمت هنا فمن جاء الزوج صعد هوايا يعني هاي لو أكوا موجودة كان السدود ما صار بنا اللي صار هس السدود لو يساووها يكون أفضل لأن الناس محتاج لهذا المي شان ترجع البساطين مثل قبل واحسن جوز إيران لم تتخذ أي خطوة من جانبها لمنع هذه الكارثة إذ يتهمها البعض أنها عمدت إلى تصديرها إلى الأراضي العراقية لدرء الخطر عن مدنها دون وازع أو حساب لحسن الجيرة بتعمدها فتح بوابات سد عيلام فمن جاءتنا السيول احنا يتحاصرنا فلا تطلع لا سيارة ولا دراجة كوش ما تطلع بقد قريم عاصر نصب وهل عصر عدنا قرأ قرأ قرأة قريمة قلمات طب بيها المي فهيضة يعني طبت بيوت وقعت بدأتنا منين من جبل نزل يعني من إيران فأبو إيران رفع من بوابيات رفع بوابات يقول حسب الشيزم يقول رفع بوابات اثنين فأجل فيضا يعني مرتفع هذا يمكن حدود خمس متار تفع المهمة التي صار لكن اللوم لا يقع بطبيعة الحال على إيران لوحدها وإنما على عاتق السلطات العراقية أيضا التي لم تتخذ التدابير المطلوبة لتدارك الأزمة بل أن مجرس سيول لا يحتوي على أي سدة تخزن المياه للاستفادة منها في أوقات الجفاف في غضون يومين فقط تشكل بحر جديد في خارطة العراق لكن مياهه تذهب سودان بفعل غياب التخطيط للاستفادة من مياه هذه الظاهرة النافعة الضارة في آن واحد حيدر الأسد سكاي نيوز عربية من قضاء بدرى في محافظة واسط عند الحدود العراقية الإيرانية ترجمة نانسي قنقر